قمر بالمناسبة ولهم تقويم يخصوهم تمام او تقويم القمر بالظبط هم وجدهم يصومون طبعا نوع من أنواع الصيام ليس كسام المسلمين بس بيصم صوم بيصوموا ازاي استددتك حضرتك في عندهم صوم جزء من الزمن وفي صوم عن أنواع معينة من الأطعم نعم فالهو كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللي هو الصيام يعني فسيدنا نبا السلام شوف العظمة لما وجد الناس دي بتصوم يوم العاشر من المحر فسألهم من السؤال تعلم لا ده تأكيد يا فنس هو عايز يتواصل معهم قال لما تصومون هذا اليوم قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون برضو هقف حد ليس كل الفراعنة ملحدون أو وسنيون أو كافرون واحد أو اتنين إنما الفراعنة كانوا على معرفة بالله واليوم الآخر والعايز يروح يقرى يقرى إخناتون ويقرى الجنائز اللي هو الإيمان بالبعث عند الفراعنة فهذا يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون ونجى فيه بني إسرائيل طبعاً بنفرق يا أستاذة ميار ما بين اليهود والصهيونيين هو فيه فرق بين آي نعم لا لا تقف يا عند الحتة دي قبل ما نكمل يا فضيل تكتور بين اليهود والصهاينة لأن إحنا عارفين إحنا بنقول اليهود يعني صهاينة لكن الحديث بتقول الفرق لا ده موضوع مهم لا لا مهم ده احنا نقف بس عندي دي بس بعد استأذن حتى أخذ إحسان عشان الفرق بين اليهود والصهاينة دي موضوع مهم جداً خلينا ناخد إحسان من القاهرة سلام عليكم إحسان أخت إحسان سلام عليكم